في قطاع النشئين على مستوى راسع كملعب حداشر ملعب حداشر ولا كنا لسه سباعي والحاجات للخمية براعم بتبقى مدربين كتير والزبط تقريبا ممكن في السنة 3-4 مدربين بالزبط مزبوط كده تقول لك قطاع النشئين واللعب بقى في قطاع النشئين مين الاول مدرب كان برضو كابتن عظيمة في البداية اللي اتمرنت معاه واعلى الأجيال بقى يعني مثلا كل ما بتكبر سنة بيمساكك مدرب مختلف يعني مسكني كابتن عمر أنور كابتن عظيمة كابتن سامير كامونة كابتن مشير حنفي ومعينا دلوقتي على التليفون كابتن كبير برضو مكتشف كابتن رامي ربيعة ألو خليه ألو كل سنة وانت طيب يا كابت كل سنة وانت طيب حبيبي عيد سايد على حريطك انا عرفته على فكرة قول انت بقى مكتشفك يا رامي اه اه منور بيتك وكل سنة وانت طيب عيد سعيد عليك وعلى الأسرة وكل ما نتكلم مع نجم يجيب سيرة حضرتك بالخير ومكتشف النجوم يعني اه بجد يا كابتن بدر ايه موضوع اللوف ده عايزين ليعرف موضوع اللوف ده ايه اوه كم يسمي كله اوه اوه انا كنت بطلع حساني يا كابتن هاني تعرف على العيبة بتاعتي اه وكل واحد على حسب شخصيته فرامي كان مدافع صلد جدا وكو جدا وكابتت على لعب دماغه وكانت الكرة الروسية كانت مسيطرة شوية في وقت ملأوقات كده عن طريق الكوة والسرعة وهو يمتلك هذه الميزة دي يعني وطلعت حاله الخامنوب دي على ذات ان هو روسي يعني مهتنلش نيكتر روسي كان لبن صغير كان بيضع خلصة لبعد المصد دماغه وكده خلي بالك هو لسه فاهم الموضوع ده دا دلوقتي شوف عدة كم سنة ولسه هو عارب الموضوع ده دلوقتي ابني حبيبي ما بيتسافش انت عارفة كابتن عامل الولادة صغيرين عامل بتكديله اسم وبيفرح يعني حس باقتنمك لي وان انت والد لي مش مدرب لي واحدة حاجة كابتن بادر رجب يعني ما كانش مفرق انت لابن الاول اللعيب يحبك في السن ده عشان تاخد منه كل اللي انت عايزه وتتديله اللي انت عايزه وتقبله منك بس فكابتن بادر رجب بصراحة من اللعيبة اللي بتتقبل اي حاجة طب اللعيبة ليه معاها حاجة كتير جدا رامي انا شفته اول مرة واقعد سنة في البين بعد كده جالي تاني قلت له حاجة لده اجلي عشان تتاين ايه صح حصل كده اقعد سنة وجالي والاول اول ما جاء قلت له خشهم بالاول ايه صح بعد كده بقى رامي رضيق علينا كنت بتوقع له من ست من هو صغير حيبت انتباك النادي مين من اللعيبة كابتن بادر من حضرتك سهمت في اكتشافهم وعلى تواصل دلوقتي الحد دلوقتي مع حضرتك كل اتهم اللي مرنتهم ولادي على تواصل بي لان انا ده ما قلت لك انا اول مدرب لبتهم واول مدرب اتمرنتهم واقل للعيب مرنت حواري خمس سنين عندهم تسع سنين بالكدير قوي عنده عشر سنين فيهم الخير يعني عنده 14 سنة فاقل للعيب يتمرن معايا اقل للعيب يتمرن معايا 4-5 سنين فكلهم مرتبطين بي حتى لو ريجي روح ناجي بيقول لي بيتأمني اروح هنا ولا اروح هنا يعني اه يستشير حضرتك حوالي 2 و50 العيب منهم مشام وشهاب وشكري وشبيطة وعبد الله فاروق ومصطفى مطلع اعطا اكيد حد حال ثلاث ورامي وايمن اشرف واحمد حسن فوقا واحمد حسن مكي فخلص البرنامج وجوه قايمة الاسماء قايمة الاسماء لازم تنزل لنا ما دول كانوا محارتك وكانوا قولي دول الاسماء دي كلها كانوا معايا لا طبعا كابتن مادر مكتشف النجوم وزي ما بيقول بس في حاجة يا كابتن مادر يعني واحد بتشوفه وبعدين بيغيب عنك سنة وبعد حتى جالك بعد سنة قلت له لا خش امدي العقد وتعالى دي سقة كبيرة جدا جدا انك اول ما شفت رامي قلت لا ده لاعب لازم يكون موجود في النادي الاهلي ايه اللي شفتوا فيه يعني رامي كان في ميزة غريبة جدا يعني تعالى في السنة الصغيرة جوات دي لورا الكورة يعني اللعيبة اه مجبوط رامي كان بيستناك ان اللعيبة يعينوا عالكورة بس مالوش ده عب كل اللي حوالي ده فقدت حسن ما حد يروح له بالكورة ان رامي ده بيعمل حاجات بيقع مدافع كبير يعني يخليك توقع حتة مزنوعة كده عشان يقطع منك ان هو بلغة المداردين بقى يوجهه اه بيديلوا بيديلوا اتجاه قلت ده حيبقى في البداك النادي يعني كان من صغره عنده مكاوماته اه اه اتفاعية دي عالية جدا 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 بقت طبعا نقرطه سليمة من وراء اما اتمرأ بقى معانا اتكشفنا بقى حاجات تانية يعني بيطلع قراءة سليمة بيقع كويس بيقى ملكز كويس بيغطي كويس كل الحاجات بتاعة المداردين الكبار كانت موجودة في رامي ربيع وما زالت موجودة ان شاء الله في الفترة دي يا كابتن بدر ايه اللي حضرتك حابب تقوله او تنصح به كابتن رامي اه شوتي رامي من العمل اللي بيخش نصح كتير اللي هو عارف وهو عايز ايه اه انا بقوله يا رامي بات ربنا يطيك شرر الاصابات يا رب يا رب وتفضل موجود كده وهم على حيلك لان اه النادي الاهلي بحساج لي وانت بحساج لي النادي الاهلي وغير كده انت اه عايزين رامي يبقى المنتخب المصري شوتي بالتالي طول ما هو سليم يبقى من اكبر مرشحين المدفعين يبقى موجود كده ومنتخب مصر بالتالي بحساج لي النادي الاهلي وحديد منتخب مصر فبتمنى له ان شاء الله ان يبقى وقف على حل وتملي ويبقى شرر للصابات ويبقى موافق لان التوطيع ده عامل كبير جدا في استمرار اللاعب مش تأداءه بس بالعكس انه السابات دي تأثر عليه لكن رامي بيرجع اقوى من الاول ودي ميزة من ذات رامي ربيع عايز تقول له يا رامي اه طبعا عايز اقول له طبعا نعيد سعيد عليه وعلى ولاده طبعا ولاده اصدقائي فانا بحبه بصراحة وبيحترمه وراجل زي ما قلت حارتك من البداية قبل ما اعرف انه هيدخل معنا طبعا انه ليه فضل كبير علي كان حد غيره ممكن ما يبقاش يعني السكة دي مثلا انه يجي يقول لي امدي على طول فهو السبب انه دخلني النادي الاهلي فبعد ربنا طبعا فلا انا بحبه وبيحترمه وراجل يعني بنسدق نروح الامارات لما كان موجود يعني نحنا نروح نسلم عليه لازم اول حاجة بنعملها كلها بنجمع عشان نتكلم من كابتن بدرو ونسلم عليه يعني فاتمنال التوفيق طبعا في حياته وهو شخصية محترمة كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن بدرو وبنشكرك جدا جدا وكل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيبين وكابتن هاني طيب وكابتن رابط حضرتك بألف خير وحضرتك بألف خير هنطلع لفاصل